فلو قد دقت من حلواه طعما لا آثرت التعلوم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوا مطاع ولا دنيا بزخر فيها فوتنت فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في حلقتنا هذه ونحن بعد الصلاة وبعد الفريضة وما يقال وبعض التنبيهات على السنن عن سنن تتعلق بأذكار ما بعد الصلاة قلنا إن الأذكار تقال بعد الفرائض فقط وأنه قد ورد فيها صياغ متعددة وأن التنويع فيها أمر طيب وأنه يأتي بصفة ثم بصفة أخرى في فريضة بعد فريضة أخرى وهكذا وأنه يستعين على ضبط عدد التسبيح والتكبير والتحميد بالأصابع وأن الأفضل أن يكون ذلك باليد اليمنى وأنه يباح استعمال السبحة ونحوها من وسائل العد الإلكتروني وغيره من غير اعتقاد فضيلة خاصة فيها وأن التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة وغيرها لأنها هي السنة ولأن تشهد له يوم القيامة وأنه إذا شك في عدد التسبيح فإنه يبني على الأقل لأنه هو الأصل وأنه يتجنب الأذكار المبتدعة كقوله حرما وجمعا ونحو ذلك وقد استحب كثير من العلماء أدعية وردت في أدبار الصلوات فتكون بعد الاستغفار ثلاثا اللهم أنت السلام والتهليلات وبعد سبحان الله والحمد لله والله أكبر جاء عند البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة طبعا سنعرف الآن دبر الصلاة ما هو المقصود به هل هو قبل السلام أو بعد السلام لكن نص الحديث في البخاري كما يلي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر دعاء آخر دبر الصلاة أيضا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لا أحبك والله إني لا أحبك فقال أصيك يا معاذ لا تدعن في دور كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أبو داود وهو حديث صحيح ذهب شيخ الإسلام التيمير رحمه الله بن القيم وغيرهما أن دبر الصلاة يطلق على ما بعد التسليم وما قبل التسليم فإذا اقترن بالذكر فالمراد به ما بعد التسليم كما في حديث تسبحون وتكبرون وتحمدون دبرة كل صلاة ثلاث وثلاثين مرة وإذا اقترنت كلمة دبر بدعاء فالمراد به قبل التسليم لأن هذا هو المتواتر إلينا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الداعي يناجي ربه وكذلك المصلي يناجي ربه فالمناسب أن يكون الدعاء في الصلاة فإذا سلم انصرف عن المناجاة وبدأ بالذكر وسؤال سؤال المخاطب وهو مقبل عليه أولى من سؤاله بعد انصرافه فالله عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة فيقبل الله على المصلي السؤال في الصلاة أوجه من السؤال بعد الصلاة لأنه الآن مقبل عليك فإذا سألت في السجود أو سألت قبل السلام أولى من سؤاله بعد السلام فقال هؤلاء العلماء هذه الطائفة من العلماء الروايات اللي فيها دبر الصلاة إذا كانت في موضوع دعاء فهو قبل السلام لأن دبر كل شيء منه يعني دبر الإنسان قطعة من الإنسان دبر الصلاة قطعة من الصلاة قالوا والسؤال في الصلاة في حال إقبال الله على عبده أولى من سؤاله بعد الصلاة بالنسبة للدعاء وإذا ارتبط كلمة دبر ارتبطت بذكر فإنما هو بعد السلام لأنه يأتي في اللغة الدبر بمعنى بعده فإذا كلمة دبر تحتمل أن تكون قبل ودبر كل شيء منه وتحتمل أن تكون بعد دبر الشيء يعني بعده في اللغة يقول من قيم رحمه الله عامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها وهذا هو اللائق بحال المصلي فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة فإذا سلم منها إن قطعت تلك المناجاة وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه فكيف يترك سؤال في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه ثم يسألوا إذا انصرف عنه ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولاب المصلي يعني أن يسأل في إقبال ربه عليه في صلاته هذا كلام مقيم في زاد المعاد واختاره من المعاصرين الشيخان بن باز بن عثيمين في من العلماء من رأى أنه الدبر بعد وفي هذه الحالة إذا انتهى المصلي من الاستغفار ثلاثا اللهم أنت السلام التهليلات التسبيح والتكبير والتحميد ثلاثا وثلاثين ممكن يدعو بعد آية الكرسي والمعوذات ممكن يدعو لا مانع طيب إذن وردت أدعية في منها قطعا في الصلاة مثل استعاذة من أربعة عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحية والمات وفتنة مسيح الدجال مثل الدعاء الذي علمه للصديق اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم هذه قطعا قبل السلام وفي أدعية محتملة ممكن قبل وممكن بعد مثل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ومثل الدعاء الذي سبق أيضا أيضا فمن العلماء من رجح أنه قبل السلام أيضا ومنهم من قال يقال بعد السلام فإذا انتهى المصلي من أذكاره دعه طيب بعد ما انتهينا الآن من صلاة الفريضة وما فيها من الأقوال والأفعال والهيئات وعرفنا ماذا بعدها من الأذكار ينتقل المصنف رحمه الله للكلام على السنن الرواتب بعد الفرائد فقال رحمه الله تعالى والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر وهي المذكورة في حديث بن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات الرواتب هي النوافل التي تصلى قبل الفرائد وبعدها من فضائل السنن للرواتب تكميل الفرائد قال النووي رحمه الله قال العلماء والحكمة في شرعية النوافل تكميل الفرائد بها إن عرض فيها نقص هذه فائدة طيب ثانيا ولترتاض نفسه بتقديم النافلة ويتنشط بها ويتفرغ قلبه أكمل فراغ للفريضة إذن هذه تهيئة يعني السنة القبلية تهيئة للصلاة صلاة الفريضة إذن السنن الرواتب فيها تكميل الفرائد وتهيئة الفرائد بالنسبة للسنن القبلية وقد راوى الترمذي عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من تقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك حديث صحيح الصلاة خير موضوع الصلاة خير موضوع كما أخبر عليه الصلاة والسلام وكثرت السجود عموما سبب في مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ومن هنا تكتسب السنن الرواتب أهميتها فعن ربيعة بن كعبن الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل يعني لما رأى خدمه هذه الخدمة قال له سل قال أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلته أذاك أو غير ذلك في شيء آخر قلته هو ذك ما في إلا هذا قال فأعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم إذن كثرة السجود سبب في دخول الجنة ورفع الدرجات وحط الخطيئات فإذا قال واحد ما فائدة سنن الرواتب نقول تكمل نقص الفريضة وتعود العبد على هذه العبادة العظيمة الصلاة وهي خير موضوع أجر عظيم وفيها تهيئة للفريضة وكذلك يعني كثرة السجود سبب دخول الجنة وعن معدان بن أبي طلحة ليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة الآن معدان بن أبي طلحة ليعمري يسأل ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله هذا السؤال وثوبان يسكت ثلاث مرات لما سألوا في الثالثة سكت مرتين لما سألوا في الثالثة قال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة طبعا لعل ثوبان سكت في المرة الأولى والثانية استدراجا لانتباه استدرارا لمزيد من انتباه السائل ولعله أيضا تعجبا لأن السائل سأل نفس السؤال سأل السؤال نفسه الذي سأله ثوبان للنبي عليه الصلاة والسلام فثوبان تعجب أيضا أن تلميذه سأله نفس السؤال الذي سأله هو للنبي عليه الصلاة والسلام فقال عليك بكثرة السجود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله كان هذا جوابه عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء يعني صحابيا آخر فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان رواه مسلم طبعا هكذا الصحابة أخذوا من مشكات واحدة أخذوا من مصدر واحد فلذلك ستتطابق إجاباتهم ويصدق بعضهم بعضا الشاهد أن تقرب العبد إلى الله بالنوافل سبب لمحبة الله للعبد كما جاء في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إذن هذا سبب آخر يعني لو الآن لخصنا ما هي فائدة سنن الرواتب نقول تكميل نقص الفريضة واحد تهيئ لصلاة الفريضة السنن القبلية ثنين سبب لدخول الجنة ثلاثة سبب لمحبة الله للعبد أربعة والسنن الرواتب وإن لم تكن واجبة حسب الحديث هل علي غيرها خمس صلوات كتبها الله على العبادة اليوم والليلة قال لا إلا أن تطوع السنن الرواتب وإن لم تكن واجبة ولا إثم على من تركها إلا أنه يلام يعني لو واحد ما يصليها يذم ليه؟ لأنه تشعر بقلة دينه وتهاونه يعني كلها الأجر العظيم في هذه وكل هذه المزايا وثم الواحد يتخلى عنها إيش معناها؟ يعني غير مبالي بكل هذه المزايا؟ معناه في دينه شيء يعني ما هذا؟ ما هذا؟ ولذلك لما سئل شيخ الإسلام التيمير رحمه الله عن من لا يواضب على السنن الرواتب فأجاب من أصر على تركها دل ذلك على قلة دينه وردت شهادته في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما ما تقبل شهاد التارك للرواتب بإطلاق ما يركع ولا عنده أبدا ولا سنة راتبة طيب علمنا أن السنن الرواتب قسمان قبلية وبعدية فأما السنة القبلية فوقتها من دخول وقت الصلاة إلى إقامتها والسنة البعدية وقتها من بعد السلام من صلاة الفريضة إلى خروج وقتها إذن السنة القبلية متى يبدأ وقتها؟ من دخول وقت الصلاة إلى إقامة الفريضة السنة البعدية من بعد انتهاء الفريضة وأذكارها إلى خروج الوقت قال ابن قدامة رحمه الله كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول وقتها يعني وقت الصلاة إلى فعل الصلاة يعني الفريضة وكل سنة بعدها فوقتها من فعل الصلاة يعني الفريضة إلى خروج وقتها يعني وقت الفريضة كما في المغني وقد ذكر المصنف رحمه الله أن الرواتب عشر ركعات وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وهناك المذهب الآخر أنها فنت عشرة ركعة فنسمع الأدلة الذين قالوا هي عشر قالوا روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح وذهب آخرون من أهل العلم الحنفية من المذاهب الأربعة واختاره من مشايخنا الشيخان بن بازم العثيمي رحمه الله إلى أن السنة الرواتب عشر ركعة أين الزيادة في سنة الظهر القبلية ما هو الدليل قالوا حديث أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر رواه التربذي أبو عيسى التربذي رحمه الله راوي الحديث بعد ما رواه قال والعمل على هذا يعني الاثنى عشرة ركعة العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعت يعني قبل الفريضة وقد روى البخاء رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغدا يعني الفجر طيب إذن عندنا القول الآخر أنها إثنتا عشرة أنها إثنتا عشر لكن لو واحد أخذ بالرواية الأولى وصل لثنتين قبل الظهر وثنتين بعد الظهر لا مانع يعني هذا رأي من آراء أهل العلم وعليه بعض المذاهب الأربعة وله دليل صحيح طبعا إذا زاد بحسب الدليل الآخر والأدلة الأخرى فهذا طيب يعني أربع عمل أكثر من ثنتين وله دليل صحيح المصنف رحمه الله ومشى على ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها فلما جاء يفصل يعني أخذها بالتفصيل قال ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها ويستحب أن يصلي أربعا كما قلنا أو ثنتين طيب هذا قبل الظهر بعد الظهر هل في غير الظنتين شيء يعني هل في صلاة بعد الظهر غير الظنتين ثبتت حتى لو كانت غير راتبة يعني نحن نعرف أن السنن مراتب المستحبات يعني الصلوات المستحبة مراتب يعني عندنا مثلا السنن الرواتب وقيام الليل هذه أفضل النوافل بس في مثلا في المنزلة بعد صلاة الضحى مثلا في صلوات أخرى من المستحبات ف بعد الظهر تحديدا لأننا عرفنا قبل الظهر ماذا يوجد بعد الظهر في غير الظنتين شيء روى الترمذي عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار حديث صحيح الآن نحن في سنة الظهر البعدية أيضا أمام شيء لافت للنظر فعندنا أحاديث أنها ثنتان فقط والآن عندنا هذا الحديث أنه هناك أربع بعد الظهر فهل قال بعض العلماء أن الصلاة بعد الظهر ثنتان راتبة وثنتان غير راتبة فالمجموعة أربعة يعني هل مرتبة الصلاة بعد الظهر ثنتان راتبة في فضلها وثنتان أخريان مستحبتان لكن أدنى من الراتبة مثلا أو يقال كما أنكم قلتم أن السنن الرواتب قبل الظهر في رواية ثنتان وفي رواية أربع قولوا كذلك أن الرواتب بعد الظهر ثنتان أو أربع على أية حال ثبت في الظهر ثلاث سنن ثنتان قبلها وثنتان بعدها أربع قبلها وثنتان بعدها أربع قبلها وأربع بعدها إذن في صلاة في صلاة الظهر تحديدا عندنا روايات تدل على أن هناك ثلاثة ثلاث كيفيات ثلاث أحوال ثابتة ثابتة في صلاة الظهر فأي واحدة فعلها المسلم أجزأه ذلك وكان مؤديا للسنة هذا كلام النووي في المجموع كلام النووي في المجموع قال رحمه الله فهذه ثلاث أحوال ثابتة في صلاة الظهر فأي ذلك فعل المسلم بنية راتبة صلاة الظهر أجزأه وكان مؤديا هذه السنة هذا في المجموع وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها أربع قبل الظهر وركعتان بعدها أربع قبل الظهر وأربع بعدها خلص انتهينا من سنة الظهر القبلية والبعدية أما صلاة العصر فليس لها سنة راتبة ولكن يستحب أن يصلي قبل ركعتين أو أربعا بس ليست في المنزلة كمنزلة السنة الراتبة التي من حافظ عليها بني له بيت في الجنة من صلى ثمت عشرة ركعة الرواتب بني له بيت في الجنة صلاة ركعتين قبل فريضة العصر أو أربع ركعات قبل فريضة العصر حسن حسن ولكن ليس بمنزلة السنة الراتبة بمعنى ما يحافظ عليها كما يحافظ على السنة الراتبة ولذلك يقول شيخ السلام من تيمية فمن شاء أن يصلي تطوعا قبل العصر فهو حسن فمن شاء أن يصلي تطوعا إيش يعني قبل العصر يعني بين الأذان والإقامة قال لكن لا يتخذ ذلك سنة لا يتخذ ذلك سنة يعني لا يحافظ عليها محافظته على السنة للرواتب يعني يصلي ويخلي طيب بعضهم يقول ما في حديث في الحث على أربع قبل العصر نقول نعم رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه عن نبي صلى الله عليه وسلم قال رحم اللهم رأى صلى قبل العصر أربعا وعن علي رضي الله عنه قال كان نبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات رواه الترمذي وقال أبو عيسى حديث علي حديث حسن وفي رواية لأبي داود كان يصلي قبل العصر ركعتين وحسنه الألباني قال في تحفة الأحوذي طبعا تحفة الأحوذي يشرح جامع التربذي سنن التربذي قال في تحفة الأحوذي المراد أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي أربع ركعات يعني قبل العصر وأحيانا ركعتين جمعا بين الروايتين فالرجل مخير بين أن يصلي أربعا أو ركعتين والأربع أفضل على أن هناك كثير من العلماء ضعفوا أحاديث الصلاة قبل العصر كشيخ الإسلام تيمي وقيم وقال شيخ الإسلام وأما قبل العصر فلم يقل أحد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر إلا وفيه ضعف بل خطأ ونقل الترمذي عن ابن المبارك تضعيفه لحديث عليا في الصلاة قبل العصر إذن ليست في ثبوتها كالرواتب وإذا صلاها أحيانا يعني لا يحافظ عليه محافظته على الرواتب وهي أربع أو ثنتين وهي أربع أو اثنتين طيب نقف هنا يعني في موضوع السنة الراتب وسنكمل إن شاء الله في سنة المغرب سنكمل الحديث بإذن الله تعالى ونأخذ الآن الأخ إسماعيل من ليبيا تفضل يا إسماعيل السلام عليكم يا إسماعيل عليكم السلام طيب بركاته أهدك الله ربك الله تفضل يا إسماعيل يا إسماعيل يا إسماعيل نعم سعين جفع نعم 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 والله يا أخي أنا لا أعرف دليلا على صحة ذلك سيد الاستغفار ورد في أذكار الصباح والمساء وأنت ممكن تقول سيد الاستغفار في أي وقت يعني لو واحد أذنب ذنبا الآن يذكر سيد الاستغفار هذا أمر جميل وحسن ربطه بالصلاة يعني نجعله من أذكار الصلاة ونداوم عليه على أنه من أذكار الصلاة يحتاجه دليلا إذا وجد الدليل صحيح نعمل به وإلا نعمل به في أي وقت أي وقت يعني دعاء سيد الاستغفار مثلا تقول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه دعاء سيد الاستغفار كذلك ورد في أذكار الصباح والمساء والله أعلم أم عبد الرحمن تفضلي أم عبد الرحمن تفضلي لا هي سنة الفجر سنة الفجر قبل الفريضة ركعتان سنة الفجر رغيبتاء الفجر خير من الدنيا وما عليها بعد الأذان وقبل إقامة صلاة الفريضة في ركعتان أعظم السنن الرواتب سنة الفجر أفضل السنن الرواتب في شيء آخر سؤال ثاني يا شيخ لو سمحت نعم في صورة الكهف يا شيخ يا رك توضح لي هذه الآية في صورة الكهف لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا لماذا يمنع الإنسان رعبا إذا رأى أهل الكهف وهم نائمون ولو المرضى العادي للإنسان أيوة لو اطلعت عليهم لو اطلعت عليهم لو وليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا يعني أن الله ألقى هيبة على أصحاب الكهف وهم رقود لو رآهم أحد يخاف فجعل الله هذه الهيبة حماية لهم لأن المدة طويلة وقد يأتي ناس يمرون بالكهف قد يأتي فجعل الله حماية لأهل الكهف لأصحاب الكهف جعل الله لهم حماية هذه الهيبة التي ألقاها عليهم فمن نظر إليهم وهم نيام في الكهف فإنه سيمتلئ قلبه رعبا هذه حماية إلهية وتأييد لأولياء الله من الله لأوليائه وليس صحيحا ما يظنه البعض أنه طالت أظفارهم أطالت شعورهم وصاروا في هيئة مخيفة لا لو كان هذا الكلام صحيحا لما انبعثوا وبعثهم الله ونظر بعضهم إلى بعض كم لبثتم ما قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم كان قالوا والله هيئتنا الأظفار طالتوا الشعور نحن معناها من زمان لكنهم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم إذن هيئة طبيعية الأظفار والشعر طبيعية لكن الله ألقى عليهم هيبة جعلت من ينظر إليهم يخاف يهرب لوليت منهم فرارة ولمولئت منهم رعبة حماية لهم حتى ما يمس أحدهم ما يمسهم أحد بسوء أبو عبد الرحمن تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يجبك الله يا شيخ أرجو أن تذكر النساء بلس الحزاب الشرعي هنا في فتنة جديدة لشباب ونرى في هذا الوقت أن كثير مننا من سافرات والله كثير من السفور طيب جزاك الله خيرا ونقول يا معشر النساء والفتيات والشابات والنساء عموما إن الله سبحانه وتعالى قال يدنين عليهن من جلابي بهن وإن الله قال ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى وإن الله قال ولا يبدين زينتهن وإن الله قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن فلابد من طاعة الله أطيع الله واعلمي أن الطيلة لبسك للحجاب في حالة الحاجة للخروج تؤجرين عليها من يوم ما تخرجي إلى أن تعودي لأنك ملتزم بأمر الله وكذلك فإن التبرج فتنة فطيل التكشف والتبرج تأثمين وكل ما يعني مثلاً لو خرجت سافرة ثلاث ساعات في المول في الشوارع تأثم ثلاث ساعات عليها عداد السيئات شغال ثلاث ساعات طيلت مدة التبرج وكل من فتن شاب زيادة بها إثم مضاعف رأاها شاب ثاني افتتن بها إثم زيادة رأاها شاب ثالث فافتتن بها إثم زيادة يعني ممكن امرأة تتبرج تطلع من البيتها متبرجة ثلاث ساعات إلى أن ترجع أربع ساعات كلها في غضب الله وفي سخط الله والسيئات شغالة عداد السيئات عليها من يوم ما تخرج إلى أن ترجع بينما المتحجبة إذا خرجت لحاجة فهي في خير وثواب لأن طيلة الوقت ممتثرة طيلة الوقت مطيعة لله فهي في حسانات طيلة الوقت وأنت تختاري أبو عبد الله تفضل ألو نعم السلام عليكم عليكم السلام وطي بركاته يا شيخ أدي سؤال تفضل بالنسبة الصيام رمضان أيوة يعني نحن نحن بالأرى يعني أنتم على البلد جروبية المملكة يعني إذا كان لديكم رؤية شرعية أنتم المسلمون أهل السنة المسلمون الموحدون إذا لكم رؤية شرعية خاصة بكم يعني عندكم دائرة أوقاف افتاء قضاء أي هيئة شرعية علماء المسلمين إذا عندكم في بلدكم هيئة شرعية تتراء الهلال وتتلقى الخبر بتراء الهلال وتعلن عن ذلك في وسائل الإعلام الآن منتشرة فاتبعوا ذلك إذا عندكم رؤية في بلدكم وإذا ما عندكم رؤية في بلدكم ما في رؤية مرتبة ما في رؤية منظمة ما في رؤية معتبرة شرعا ما في أحد يسأل الشهود ماذا رأيتم إلى آخره ويتأكد يثبت ذلك شرعا إذا ما في صوموا على أقرب بلد فيها رؤية شرعية أو صوموا مثلا على الرؤية الشرعية في المملكة حيث أن رؤية منضبطة يتراء الناس يسجلون شهاداتهم شرعا وعند القضاء الشرعي فالرؤية منضبطة جدا هنا فممكن تصوموا على الرؤية هنا مدام أنه ليس لديكم رؤية خاصة إذا ما كان عندكم رؤية خاصة أم عبد الرحيم نعم نعم سلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام وطريبا بركاته سؤال عن زواتب الأربعة قبل الظهر يا شيخ نعم هل يجب أن تصلى قبل دخول وقت الظهر لا لا الآن ما تعتبر راتبة إلا إذا دخل وقت الظهر ما تعتبر هذه راتبة الظهر السنة الراتبة تبع الظهر إلا إذا دخل وقت الظهر لأن نحن هنا في جزائر أن الظهر على الساعة الواحدة إلا عشر دقائق وفي ذاك الوقت أنا أكون في القسم أنا مدرسة أنا أكون في القسم يعني لا أستطيع أن أعطي من راتبة قبل 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 حوالي عشر دقائق صلي أول ما يدخل الوقت أول ما يدخل الوقت صلي راتبة الظهر لا مانع حتى لو ما أقيمت الصلاة في المساجد يعني أنت لو قلت أنه يدخل وقت الظهر لدينا وحدة إلى عشرة حسنا صلي أول ما يدخل الوقت صلي راتبة الظهر ف لذلك سنة الظهر تكون بعد دخول وقتها أم عبد الله أم عبد الله تفضلي أهلو نعم نعم أهلو نعم السلام عليكم وسمحتي الشيخ عندي سؤالين عليكم السلامة الله وبركاته نعم السؤال الأول ما حكم إذا صليت المكان وعندي صوى مثل ألعاب الصار ونصوى أقلب إذا إيش إذا صليتي إيه في مكان مثل عندي ألعاب ألعاب أقفار أيوة الصلاة صح الصلاة صحيحة لكن الإنسان يتخلص من صور ذوات الأرواح إلا ما رخصت به الشريعة ألعاب الأطفال غير متقنة الصنع اللي فيها الهيكل العام راس يدان رجلان الجسم الأطراف لا مانع رخصت بها الشريعة للأطفال السؤال الثاني صحيحة معكم يعني مثلا إذا وقت النوم تكون السريع للرجلين اتجاه القبلة لا مانع لا مانع أن يكون اتجاه الرجلين إلى القبلة ولا يحرم ذلك ولا يحرم ذلك لا مانع ولا يحرم ذلك الأخ فتحي فتحي حياك الله حياك الله عليكم السلام وبركاته الشيخ ما شوق تقبيل عجوز كبيرة سن سبعية ثمانية سنة أيوة الشرع الآن في هؤلاء النسوة التي لا ترجو نكاحا لا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة لكن ما يجوز أن تصافح ولا أن تقبل ولا تسافر بغير محرم يعني الشرع أباح لها خفف عنها في شيء معين وهو أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة أمت الله تفضلي طبعا أنا أقول هذه طبعا من اسمها المرأة الأجنبية العجوز الأجنبية أما الجدة والعمة والخالة المحارم فتقبيل للرأس عادي تفضلي أمت الله نعم حكم إيش جنال من التهد مسكة مسكة التفسير ميسر التفسير ميسر تفسير جيد مختصر راجعه متخصصون يعطي المعنى العام للآية فهو تفسير جيد للمبتدئين ممتاز أمت الله تفضلي من العراق السلام عليكم عليكم السلام وبركاته عندي ثلاث أسئلة نعم السؤال الأول إذا كان شخص مسلم وانسحر هذه الجهزة التي تقدق عنه هذا السؤال الأول شخص مسلم إيش انسحر انسحر يعني تعرض للسحر انتحر انتحر انتحار هو قاند الانتحار 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 إذا كان مسلما مسلم يصلي لكنه في لحظة يعني يأس كما يقولون من الحياة الشيطان يعني استولى عليه والعياذ بالله انتحر فانه أتى كبيرة عظيمة من الكبائر يقول الله عبدي بدرني بنفسي حرمت عليه الجنة لكن هذا لا يعني انه كافر او انه خارد في النار لا ولذلك هو باق على اسلامه وبالتالي يجوز الدعاء له بالمغفرة والرحمة لكن لا يصلي عليه القدوات يعني القاضي العالم لا يصلي عليه يقول صلوا على صاحبكم ويصلي عليه بقية المسلمين ويدعى له بالمغفرة والرحمة السؤال الثاني السؤال اللي بتعني هل انه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقوم بيخراج كل يعني كل كل الاشخاص اللي قمت في يوم القيامة هل هذان الهل الكبائر هل يخرج يوم هل الكبائر الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج يخرج يعني يعني يخرجهم من النار طيب ستسمعين الجواب نعم تسمعين الجواب طيب ستسمعين الجواب هل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج أهل الكبائر من النار يوم القيامة طيب السؤال اللي بعده السؤال السؤال السالس هل راتبة راتبة الضور مثلا السنة السنة القابلية ما تقول الغير الأربعة يصير القضاء يعني مثلا بس صلت الفارض يصير أقضيها بعد من الجنة القضاء أيوة إذا فاتت قبل إذا فاتت قبل فاتت السنة الراتبة التي قبل الفريضة لا منع أن تقضى بعد الفريضة لا منع أن تقضى بعد الفريضة أبو سعيد فضل أبو سعيد وعليكم السلام وطيب وبركاته إبحانك الشيخ إياك الله أحبك في الله أحبك الله مثلا فاتت أني لك حسين قبل الظهر و أتصليها بعد الظهر أربع مثلا فاتت أني لك حسين قبل الظهر و أتصليها نعم لا أنت ممكن تصلي قبل الظهر ثنتان ممكن تصلي قبل الظهر ثنتين أو أربعا فإذا فاتت قبل يعني الظهر فتصليها أربعا بعد الظهر ثم تصلي السنة البعدية لا مانع ممكن تصليها ممكن تصليها بعد العصر إذا فاتتك بعد الظهر أيضا فيجوز قضاؤها بعد العصر كما أن نبي صلى الله عليه وسلم لما فاتت الثنتين اللي بعد الظهر قضاهما جاءه وفد انشغل بهم جاءه وفد انشغل بهم فصلاها بعد العصري الأخ طلال تفضل برموالد وعليكم السلام وعطائي بركاته أني أحبك في الله يا شيخ أحبك الله يا أخي شيخ أنا عندي مثلة فقرية ثمت في مثلة قلغي ثمت مع أنت عندي لوجتي معتها منتخبة وعندي ما شيت له في الجار في الجيرين وعندي وعندي مشيت الزهر مع الحاك وعندي مع أنت الجيس طونا ونخدم مواطف نحب يجنز أني مع أنت الضرورة نغط قلب يبين منغل الله طيب الآن إن شاء الله الإخوان يعطونا سؤالك إن شاء الله الأخ نعيم تفضل نعيم نعيم أيوة أيوة مرحبا الشيخ مرحبا حقيقة الله مرحبا هذا السؤال ماذا تنصينا الجوار نعم السؤال سأجلتني صدق الميز شوان نار طوار طيب أيضا إن شاء الله نأخذ سؤالك من الإخوان الآن معنا الأخ عماد تفضل عماد عليكم السلام وطي بركاته أحسن الله إليكم مجد عياك الله شيخ سؤالي عن صلة الرحم بحضر ما أنا في قبرص وتحضر درجة الماجستير وهل يمكن نتوار من صلة الرحم بالهاتفة أنت تحضر الماجستير أنا بعيد عن ذلك من إجد ما هو السؤال السؤال إن صلة الرحم ما ممكن نعمل هذه نتوار صلة الرحم بأقارج أيوة يعني صلة الرحم بما يتيسر فإذا لم يتيسر لك السفر إليهم فالاتصال بهم إرسال الهدية إليهم ونحو ذلك فإذن الصلة بإيصال البر إليهم بأي طريقة مشروعة توصل البر والإحسان إليهم حتى لو كان بالاتصال والسؤال عن الحال والإطمئنان والإيناس وإذا كان في حاجة لهم تقضيها عن البعد أحيانا قد يحتاجون شيئا فترسله إليهم فصلة الرحم بحسب ما يتيسر قد لا يتيسر الإنسان أن يسافر باستمرار فيصلوا بالمتيسر أم سليمان تفضلي أهلو السلام عليكم عليكم السلام وطيب بركاته أهلو تفضلي أهل السلام عليكم وعليكم السلام وطيب بركاته ممكن ممكن أكلم الشيخ نعم تفضلي أهلو نعم نعم ممكن أكلم الشيخ الشيخ اسمعني نعم نعم أنا عندي أربعة سئلة يا شيخ أيها أول شيء عندي أمي وأبويا كان والدين بينهم مشاكل وبعدين شرد في بكان وبعدين قلت يا رب أنا منذرة لك بخمسمائة تنى كتمر وترجعني بين إخواني وإذا لنحن لا يمكن أشتريها و يعني لعشرين سنة من يوم أني نظرتوها حتى اليوم ما أدري ما هو أحب في نظري هذا طيب طيب لعلى الإخوة الآن يأخذوا أسئلتك إن شاء الله ويوصلوها إلينا الأخ أحمد تفضل السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام وطيب بركاته يا شيخ أنا عندي مرض القيرون كلما أتوضى للصلاة وأذهب إلى المسجد في الركعة الثانية الثالثة أحس مثل الغازات مثل الريف سيطلع مني باستمرار شوف يا أخي من كان يخرج منه الغازات باستمرار إن كان هناك وقت ينقطع فيها خروجها انتظر إلى هذا الوقت وتوضى وصلى وإن كان لا تنقطع مستمرة دائما إذا دخل وقت الصلاة تطهر وصلى والحمد لله الأخ عمر تفضل عمر السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام طيب وبركاته أحسنت هذه الأربع تصلى مثنى مثنى يعني صلي ثنتين بتشهد وتسلم وتصلي ثنتين بتشهد وتسلم أمت الله تفضلي السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام وبركاته إذا توضأ الشخص وأراد أن يصلي مثلا أولا السنة للرواتب القبلية فهل يدمج البنية سنة الوضوء مع الرواتب القبلية أن كل يعني كل صلاة تصلى بمفرجها طيب السؤال الثالث ما هو السؤال الثالث عندما ينام شخص ولا يستيقظ في الليل لإداء صلاة التهجر في يوم من الأيام وليس على سطر ولا هو مريض ولا أي شيء هل يكتب له يعني الأجر كأنما قام في هذه الليلة نعم إذا كان عازما على القيام فنام كان نومه صدقة عليه من ربه كتب أجره وكان نومه صدق عليه من ربه إذا كان معتادا وكان عازما فغلبته عيناه يعني ما فرط ما تأخر تعمد تأخر لا غلبته عيناه فنام وهو ناوي القيام عازم عليه معتاد هذا فإنه يكتب أجره ويكون نومه صدقة على ليه من ربه أيها الأخوة والأخوات فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله إمام عادل وخليفة زاهد من أشهر الخلفاء الأمويين وأشبه الناس سيرة بالخلفاء الراشدين قال عنه أنس بن مالك رضي الله عنه ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى فمنه إنه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان القرشي الأموي وأمه ليلى بن تعاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ولد سنة 61 للهجرة بالمدينة ونشأ فيها عند أخواله فتأثر بهم وبمجتمع الصحابة رضي الله عنهم وحفظ القرآن وهو صغير في سنة 87 للهجرة ولاه الوليد بن عبد الملك إمارة المدينة ثم ضم إليه ولاية الطائف سنة 91 للهجرة ليصير واليا على الهجاز كلها وقد كان في هذه المدة من أحسن الناس معاشرة وأعدلهم سيرة كان إذا وقع له أمر مشكل جمع فقهاء المدينة عليه وقد عين عشرة منهم كان لا يقطع أمرا دونهم أو من حضر منهم لما تولى سليمان بن عبد الملك الخلافة قربه وجعله وزيرا له وفي سنة 99 للهجرة كتب سليمان بن عبد الملك قبل وفاته كتابا يستخلف فيه عمر من بعده صاعد عمر المنبر بعد توليه الخلافة وقال أيها الناس إني قد بتليت بهذا الأمر عن غير رأي كان مني فيه ولا مشورة من المسلمين وإني قد خلعتما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا لأنفسكم فأجابه الناس قائلين قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك فولي أمرنا باليمن والبركة اجتهد رحمه الله في فترة ولايته وكانت سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام فعزل الولاة الظالمين ورد المظالم وانتصر للمظلومين ونشر العدل بين المسلمين فضلا عن نشره للعلم وعمله بالشورى وأمره بتدوين الحديث النبوي في الخامس والعشرين من رجب عام مئة وواحد للهجرة توفي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وجزاه عن عدله وفعاله الحسنة خير الجزاء كثيرة هي تلك المجالات التي يمكن للمرأة أن تظهر فيها مهارتها وتثبت فيها جدارتها وتاريخنا الإسلامي حافل بمجموعة كبيرة من النساء بلغنا غاية عظمى وأثبتنا جدارتهن في كثير من الجوانب التي تناسب المرأة وطبيعتها فيمكن للمرأة أن تشارك المجتمع وتتفاعل معه ويصل أثرها عالمية دون إخلال بضوابط الشرع وميزان العفاف وذلك عبر مجالات كثيرة تناسبها وتتفق مع طبيعتها كتدريس الفتيات وتدريب الممرضات ومعالجة النساء ومداواتهن ويمكن أن تشارك بقوة في طلب العلم وتدريسه والدعوة إلى الله تعالى من خلال المنتديات والمواقع الإلكترونية الخاصة بالنساء كما يمكنها أن تسهم في الكتابات الأدبية المثمرة كالشعر والقصة والمقالة فتعالج بعض الأفكار الخاطئة وتتصدى لبعض الظواهر الاجتماعية السلبية فتثبت بذلك كفاءة لا مثيل لها هذا كله فضلا عن المجال الذي يمكنها أن تثبت فيه جدارتها دون منافس وهو القيام بحقوق زوجها وتربية ورعاية أبنائها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة إنها تربية الأهل والأولاد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا قال علي بن أبي طالب أدبوهم وعلموهم فنعلمهم العقيدة الصحيحة قال تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن ونعلمهم الصلاة قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الأداب قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى قال نافع كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن فاحرص على تعليم أهلك واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن قال صلى الله عليه وسلم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم حياكم الله أيها الأخوة والأخوات نأخذ بعض الأسئلة التي وردت إلى رقم برنامج يقول أمي تطلب مني تطليق زوجة الحامل في شهرها السابع لوجود خلافات بينهما وتكون لن ترضى عني مدى الحياة إذا لم أطلقها إذا كانت زوجتك صاحب الدين وخلق فلا يلزمك الطلاق ولا يلزمك طاعة الأم ولا يجوز لها هي أن تأمرك بذلك وهذا التفريق محرم لأن فيه ضرر ضرر عليك وضرر على الأولاد وهذه الزوجة حامل فعليها أن تتقي الله وما تستغل وجوب الطاعة وبر الوالدين في إحراج الولد ووضع في هذه الحال الضيقة والتحريج عليه أما إذا كانت الزوجة فيها سوء في دينها وخلقها خلص يعني إذا وضعت مولودها سرحها بإحسان إذا قابل الخاطب المخطوبة فلم تعجبه فصارح مباشرة هل يجوز؟ نعم لا مانع لا مانع لكن الواحد في الأشياء المواقف المحرجة يختار يعني يكون لبقا يكون لبقا يختار عبارات مناسبة وإذا ما يعني ما رأى من مناسب الآن يعني يقول في وجوههم هذا خلص يأجل الكلام يروح ثاني يوم يرد خبر والله يا جماعة الظاهر ما في نصيب الله يختاري الخير ويختارنا الخير فإذا توضيح الموقف مهم لأنه حتى ما تعلق الجماعة حتى ما تعلقهم لكن مو معنى هذا أنه لا بد أن يقولها بأصعب العبارات وأصعب الطرق المواجهة يكون لبقا ويقول يعني يا جماعة الحمد لله عرفناكم بالخير وتبقى علاقتنا إن شاء الله طيبة وحتى لو ما صار فيه نصيب وما صار فيه زواج نحن إخوان في الله يعني هذا الكلام مهم حتى لو جبر ذلك بهدية أرجو أن تقبلوا هذه الهدية ما في زواج ما في نصيب الآن بيننا فأرجو أن تقبلوا هذه الهدية عرفناكم الحمد لله بخير وجئنا في طاعة في موضوع النكاح الحمد لله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية فالشاهد أن يكون لبقا في الكلام يقول صدقت شاو تجهيزه دعوة الجيران أم توزيع الفقراء ممكن تجمع بين الأمرين يعني ممكن تدعو الجيران إلى بعضها وتتصدق ببعضها على الفقراء سمى بنته استغفر الله هذه بدعة هذه بدعة لا يفعل تسمية الأولاد سبحان الله والحمد لله والله أكبر بدعة تقول أبناء ضرت بنتي طبعا ليسوا لا علاقة ما هم محارم يعني أنت يحرم عليك أحفادك أولاد البنت هذه أحفادك هؤلاء يحرمون عليك طيب من أتى بالتشاهدين بعد الركعتين هل عليه سهو لا ما عليه لأن بعض العلماء قال إنه يصلي عن نبي صلى الله عليه وسلم في التشاهد الأول يعني هذا رأي بعض العلم ورأي معتبر فلا يجب عليه سجد السهو طيب يقول الموت دفاعا عن الوطن إذا كان هذا وطن الإسلام وهو دافع عن بلد الإسلام ووطن الإسلام والمسلمين الذين في البلد فإنه يرجى له الشهادة إن شاء الله أنت لا تقاتل من أجل التراب أنت تقاتل من أجل الدين والعقيدة طيب يقول طبعا من نسبة لسؤال هل يخرج النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكبائر من النار جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبس المؤمنون على يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا فيأتون آدم الحديث فيأتون في الأخير محمدا صلى الله عليه وسلم قال قال فأستأذن على ربي يعني يأتون يطلبون الشفاعة منه فيؤذن لي عليه فإذا رأيت وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني فيقول فيقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلموني ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود الثانية فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه فإذا رأيت وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم ذكر ذلك الثالثة أيضا ثم ذكر ذلك الثالثة أيضا قال حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن يعني وجب عليه الخلود ثم تلى هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فهذا المقام المحمود الذي وعده الله محمدا صلى الله عليه وسلم الشاهد أن أهل الكبائر في النهاية سيخرجون من النار لكن قد عذب منهم من عذب يعني لو لحظة كيف وقد بقي بعضهم فيها ما شاء الله أن يبقى حتى أدركته الشفاعة الأولى وبعضهم بقي أكثر فأدركته الشفاعة المرة الثانية وبعضهم بقي أكثر حتى أدركته الشفاعة المرة الثالثة طيب يقول السؤال حكم تربية الخنازير طبعا اتفق الفقهاء على عدم اعتبار الخنزير مالا محترما يعني ماله حرمة ولا يجوز المتاجر فيه وعينه نجسة ونهى الشرع عن بيعه وحرم أكله وأجمع الفقهاء على عدم صحة بيع الخنزير وشرائه ولذلك فإن تربية الخنازير معصية وإعانة على المعصية فلو قال أنا في مزرعة خنازير نقول أخرج ولا يحل لك أن تعمل في هذا العمل طيب يقول السؤال ما حكم بيع ثور بثور مع دفع الفرق لا حرج في بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا أو مع زيادة إذا كان يدا بيد اتفاقا وإذا كان نسيئة يعني مع تأخير فيجوز على الراجح والإمام مالك رحمه الله في الموطة ذكر قال الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة الدراهم يدا بيد لا بأس الإمام مالك يقول لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة الدراهم يدا بيد وزيادة الدراهم يدا بيد واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا إن شاء الله وسعيد بن مسيب نقل عنه أنه قال لا رب في الحيوان البعير بالبعيرين والشات بالشاتين وبن سيرين قال لا بأس بعير ببعيرين نسيئة يعني حتى لو أتى بها بعد ذلك طبعا على خلاف بين أهل العلم كما كنا الأحوط أن تكون يدا بيد طيب الأقدام للنساء في الصلاة تسترها بثوبها يقول أنا تاجر مواد غذائية وأبيع بالآجل بسعر أعلى من النقد لا مانع هذا بيع والأغراء والأشياء عندك تملكها لا مانع طيب استعمال أحذية المسجد في أحذية موقوفة على المسجد نقول تستعمل فيما جعلت له يعني إذا كان لي أوقفها أوقفها لإيش على أنه واحد يروح المواضي يتوضى ويرجع مثلا أو واحد ضاعت نعاله يروح يدبر نعاله يرجعها أما واحد يأخذها ويمشي يروح فيها البيت خلاص يتملكها لا ما جعلت لهذا تقول زن المرأة والعياذ بالله تقول زن المرأة المتزوجة والعياذ بالله إذا تابت توبة النصوحا يوم القيامة هل الله يغفر لها ويسترها نعم إذا تابت توبة النصوحة حقيقية وأقلعت عن الحرام وندمت على ذلك واستغفرت ربها فإنه يرجى لها مغفرة الله وستر الله لكن هذه جريمة عظيمة لأن الزن المتزوج أو المتزوج حد في الشريعة أصلا الرجم نعم هي لا يجب عليه أن تذهب المحكمة وتعترف لا يجب لو سترى نفسه كما جاء في حديث معز والغامدية لكن الجرم عظيم جدا عظيم طيب موضوع ركعتان وضوء ليست مقصودة لذاتها فيجوز أن يصلي شخص ركعتين بنية ركعتين وضوء ويجوز أن يصلي مثلا سنة الفجر تقوم مقام ركعتين الوضوء فالمراد من ركعتين الوضوء أن يصلي المسلم عقب وضوءه سواء كانت راتبة نافلة صلاة الضحى سنة الفجر تحية المسجد نعم كذلك تحية المسجد ما هي صلاة لأجل لذاتها يعني لو دخل المسجد صلى السنة خلص تقوم مقام تحية المسجد فمن توضى فلا يفرد لا حاجة أن يفرد سنة الوضوء عن سنة الفجر خلص يتوضى ويصلي سنة الفجر وخلص تقوم مقام تلك الركعتين لأنها ليست مقصودة لذاتها كذلك تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها لكن لو واحد تدخل المسجد ما يبغى يجلس نقول لا صلي ركعتين تحية المسجد ما دم تجلس ما عندك صلاة تصليها صلي تحية المسجد نعم طيب هذا بالنسبة لي طبعا إخراج الزكاة قبل الحول للحاجة لا بأس وإذا جاء وقت الحول يشوف إيش عليه زيادة يخرج الفرق امرأة قالت لزوجها أنت حرام عليك أخي وبعدين عادت العلاقة بينهما إذن مثل اليمين كفارة يمين مع التوبة إلى الله من هذا الكلام المنكر والزور لكن ما عليك كفارة الظهار مثل الرجل المرأة ما يقع منها طلاق ولا يقع منها ظهار ولذلك كأنه يمين عليك كفارة يمين مع التوبة إلى الله نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يحسن خاتمتنا أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلو قد دقت من حلواه طعما لا آثرت التعلوم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوا مطاع ولا دنيا بزفر فيها فتنتا أقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت أواطمه واخذ بالجد فيه